يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فارهبون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون هذا المقطع العظيم فعلا من سورة البقرة يجيب عن كل الأسئلة التي ذكرت فيه هذا الذي نحن فيه والله سبحانه وتعالى كان ولم يزن حليما بالعباد ولو كانوا ظالمين وخال عباد ظلموا وكفروا له سبحانه وتعالى عليهم حلم والحلم هو عدم سرعة فرض الفعل يعطيك وقت هذا الحلم لما تجل وحده تقاديه وعنده القدرة بشي يقضع لك ولكن عرفك رك ما فاهمش أو ما زال ما عرف القدرة دياله فيكون حليما يعني أنه يعملك مزيان ويحاول يفهمك ويعطيك الخاطر ويعطيك الوقت وكذا وكذا هذا حلم ولله المثل العلى الحلم الكامل إنما يتجلى في اسمه سبحانه وتعالى الحليم ومن حلمه أن خاطب بني إسرائيل اليهود بهذا الاسم وهو اسمه تشريف يا بني إسرائيل اسم تشريف لأن إسرائيل إنما هو نبي الله يعقوب هذا مشي اسم ديال الظم إنما الثقافة اللي كتقع في المجتمع بسبب النفسيات المتجنجة كتخلي الإنسان واحد عدد ديال الأسماء كي قنط منها ما كيبغيش يسميها وإلا في المسلمون من تابعين وأتباعين كانوا كيسمي ولدهم إسرائيل تمشي لطبقات المحدثين في التهذيب أو في التهذيب أو في الكمال من الناس اللي روحوا حديث على النبي صاصلهم يعني كانوا في الأساني منهم من كان اسمه إسرائيل مسلم فهذا اسم من أسماء الأنبياء كما تسمي ولدك إلياس أو يونس أو إبراهيم أو إسماعيل يجوز لك أن تسميه إسرائيل غير هذه تسميه والتي مرفوضة عند الناس من النهار تكون هذه المصيبة ديال الدولة العبرية لا أقل لا ولا أكثر هي اللي خسرت لنا النفسية ديالنا ونقوش نسمي القادرين يسميه لا أقل لا ولا أكثر وليكون كانوا نسمى الدولة ديالهم إبراهيم يوقع لنا نفس المشكين يوقع لنا حاراج مع إبراهيم هذه رأى مسائل نفسية دخلات يعني من نفس الإجتماعي من الأشياء اللطيفة في هذا المجال حتى وحد ما يقبل يسمي ولده لوط توحد مع أنه نبي من أبي الله نبي من أبي الله ولكن لما صاحب هذه التسمية من دنانات بما كان عليه قومه من الفحشاء والمنكر ولو النسل خفهم نسميه لا أقل ولا أكثر فهذه ما عندهاش علاقة بالنفس الشرعية عنده علاقة بالنفسية الاجتماعية للنسل ولذلك خسنا نفهمه بأن كلمة إسرائيل في القرآن حينما تذكر مناداتا لبني إسرائيل على أنها تذكير بأبيهم صالح النبي يقول لهم يا بني إسرائيل يالبكم هذا الرجل النبي الصالح تقوى الله ركولة ضر كبيرة ده هذا المعنى اللي نمتكلمه نبالعامية تماما يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ولذلك تفهموا في هذا الصياق اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم من قبل يعني أنعم الله عليهم بأن جعل منهم الأنبياء كلما فصد المجتمع الإسرائيل القديم كلما فصد ما شك يربك يجيب لهم العلماء صلحوا كما در هذه الأمة يجيب لهم الأنبياء اخترى وصفت لهم نبي جوج ثلاثة من إسرائيل ومن جنسهم غير هما بنتهم لكن جمس رسول من قبيلة أخرى غير ودعمهم بنتهم وهذا من أسباب الكبر التي صابوا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام من أسباب الرئيس هي أنهم ما صدقوا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام أنهم اطلعش من قبيلة ذي البني إسرائيل لأنهم كانوا كنت توقعوا بأن النبي الذي سيرسل وكانوا عارفينها عارفين يهود الزمان الذي بعث فيه محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون من كتبهم كما كانت النصارى تعلم من كتبها أن هذا الزمان زمان يبعث فيه نبي ولكن كان عندهم يفلم يغيقون منهم لكن لأنهم بدلوا وغيروا وفسقوا وفجروا عاقبهم الله بحرمانهم من النبوة أجلعها منهم وعطاها العرب أمار دوس ومعهم في الحال فكفروا بهذا النبي ولذلك الأسرار العجيبة جدا في هذا المقام أن اليهود الذين أسلموا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم أسلموا ككعب الأحبار كان من كبار صحابهم القراء دي القرآن الكريم كان عالم من علماء ليهود حضر ربي بدأ يحقق في التوراة لقاء هذا النبي رهنته والنبي وهذا ليهود رأى فعلا ما بغيش يسلم لا أقل أو لا أكثر أخوة بهم مش يسلم وقبط الطريق لعنى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو وبعض اليهود الآخرين فكان أبناء عمومته من الأحبار ولد عمو ولد عمو من ليهود تقول له شوفه فلان عندك تبدل دينك الإسلام للإسلام تقول له تبدل فره هذا هو الحق نحن قد نخرفه فنزل قوله عز وجل أتعمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون هذا الجنون سبب البغضاء حقد الحقد يعمي الحقد والعياذ لله والبغضاء ثم قاتل إذا سكن قلب عبد كان وقود نار للشيطان هذه هي النار ليخدم بها إبليس هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجع ليدمر البلاد والعباد بذلك الذي سكنت البغضاء قلبه وسكن الحسد وجدانه العياذ بالله فخاطب الله بني إسرائيل بهذا النداء الذي هو نداء التشبيب ونداء التقريب من حلمه من حلمه تعالى وقد بدلوا وغيروا وحرفوا وقتلوا الانبياء بغير حق وكذبوا عن الله وقالوا عزير بن الله سبحانه وتعالى ما يصنع ما يخلوش مصب في الدنيا لكينا إلا ودلوها وكان منهم الكهنة والصحر وحاربوا الله عز وجل مصائب كلها ومع ذلك لا يزال الله جل وعلا يخاطبهم بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هذه النعمة رأس النعمة نعمة الإرصال إرصال الأنبياء والرسل وإرصال الهداية والحقيقة تترى يعني امتابع امتابع في بني إسرائيل لا يكادوا يخلو جيل من إجيالهم إلا وفيهم نبي أو رسول أو عداد من أنبياء الرسول حتى فعلا حتى واصل الظلام بقلوبهم وأفئدتهم أن أغضب الله عليه وغضب عليه فحرمهم من النبوة ظهر من الزمان ومحرمي من النبوة حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جدد لهم الحق الخطاب بهذه الآيات أو الكلمات يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العلم ثم من النعم أيضا النعم بعد نعمة الإرصال لهداية نعم أخرى نعم مادية نعم من الخيرات والبركات أنزل عليهم المن والسلوى وقال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وفجر لهم الأرض يا نبيع قلنا ضرب عصاك الحزر فانفجرت منه ثمتا عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم كلوا شربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين شي عجيب جدا يعني المعجزات التي كانت تقع غرائب كانت تقع لهم غرائب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم لأن كانت تقع فيهم غرائب هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقع فيهم غرائب وخير جدك شي عجب نرى يمكنكم الحق لكن ما تصدقوش ولكن ما تكذبوش لأنك إن صدقت قال فأخشى إن صدقتوهم أن تصدقوا بباطن يعني أكذبوا زادوا فيه فكتخاف تكون صدقت في ذلك شي ويقول لك شي من ذلك يكذب اللي زادوا وأخشى إن كذبتموهم أن تكذبوا بحق فإن كدعوا تقولوا ما تشي ما كير يصدق ذلك شي حق لأنك كانت تهم العجب وكانت تهم الغرائب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون سأقف اليوم بحول الله عند هذا الحد ما كينشي خطب القرآن لخطب به الله جل وعلا الأمم السابقة ولا علاقة له بهذه الأمة لاحقة لا ينبغي أن يتوهمن أحد أن الآيات التي نزلت في بني إسرائيل لا علاقة لها بنا مطلقا أبدا لأن من المخاطب بالقرآن المسلمون حقيقة الآيات راحكت نادي بني إسرائيل ولكن مع من Когда التهضر كانت تهضر معنا احنا الآية تتكلم معنا نحن معشر المسلمين فالاستثمار ينبغي أن يكون منا لغد اي استفدوحنا من الآية فما فائدتنا اذا من الآية وهي كدتكلم على بني إسرائيل فائده عظيمة معنى ذلك أن لله سننا في النفس وفي المنسمى السنان هي القوانين الاجتماعية كي اسمي القرآن سنن سنة الله سنن قانون رباني في المجتمع وفي النفس أي أن ما وقع لليهود والنصار قبل ممكن يوقع في هذه الأمة بل غدي يوقع في هذه الأمة وقد وقع وقع بالضبط ما وقع لليهود والنصار فإذا وقع لكم فعلاجكم هو هذا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الأمة اليوم لا تذكر النعمة التي أنعم الله عليها بإرصال محمد عليه الصلاة والسلام الأمة اليوم لا تذكر نعمة القرآن هذا الكتاب العظيم كلام رب العالمين الأمة الوحيدة في الكون الآن التي تثبت وثيقة تاريخيا تقول هذه جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين لا يوجد كتاب في الأرض الآن إطلاقا يمكن من ناحية العلمية حتى بقواعد البحث عند اليهود والنصار إشبات أنه فعلا من كلامي أو أنه ورد عن موسى أو ورد عن عيسى أو عن دول ما عندهم شهاد الوثيقة هذه إطلاقا لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد يعني لا في التوراة ولا في الإنجيل وإنما عندهم لعندهم هو أقوال من صحابة رسولهم يعني الصحابة جولون وفيها من الكذب والوضع أكثر لما فيها من الحق الأمم الأخرى تعيشوا في ظلام بل في ظلمات واللي بغوا دين المسيحي الحق قلبوا اتعيوا ولم يجدوا شيئا يعني الناس اللي دلوا البحث العلمي يقلبوا يا كعالله الجوش آياء حاجات من عند رب العالمين هي الإنجيل أو جزء من الإنجيل لا وجود لها الآن لأن الإنجيل أو الأناجيل مش تعرف بإنجيلها ما تقولوا أناجيل مدون بلغات العالم اليوم أما لغته الأصلية النسخة المدونة باللغة الأصلية التي نزل بها مفقودة النجليزية والفرنساوية والطريانية هذه اللغات حادثة عادت ولدت فأين الإنجيل بلغته الأولى مفقود كيش نهائيا لا وجود لها أين التوراة الحقيقية التي نزلت على موسى مفقودة ومن الأدلة على ذلك أن التوراة لم تكن ذات حجم كبير لبدل هقدش زيادات وأكاذيب وثبت في الحديث الصحيح أن التوراة لم تكن تتجاوز عدد السبع الطوال من القرآن الكريم يعني قدها قد صور السبع الكبار اللي في البداية دي المصحف كالبقرة والعمران والمائدة والنساء إلى عدد سبعه هذا هو واحد التوراة إذن هذه المجلدات كله كذب زادوه فأين التوراة من هذا الرقام؟ لا ندري أنت وحدك أيها المسلمين يمكنك أن تثبت أن هذا القرآن ليس آية آية بل حرفا حرفا تكلم به الله شيء عجيب جدا هذا كنز خطير حقيقة قولك الحمد لله رب العالمين جملة تكلم بها الله جل وعلا لكناش في الأرض بحلا عندي كنسب واحد ولذلك الأمة الإسلامية محسودة منذ زمان محمد إلى اليوم عليه الصلاة والسلام محاربة منذ زمان محمد عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وأول شيء حريب فيها القرآن وليتحرب فيها لأنه الأصل لتبنع له كل شيء لأنه مكمن القوة القوة ذي الأمة كان في القرآن وفي القرآن فقط مكمن القوة مكمن القوة ذي الأمة في القرآن جمع اللغات وجمع الأجناس كان واحد القانون ذي اللغة معروف في الليسانية المعاصرة في علم اللغة المعاصرة أنه إذا دخلت واحد اللغة في لغة يعني داره قصيدة بمعنى أنه قعد تداخل حضاري بينجوز ديال الدول إما بفتح أو بغزو فاللغة اللي كيتكلم بها الأكثرية كتقضي على اللغة اللي كيتكلم بها الأقلية ولذلك الإنجليزية نسحت اللغات ديال أمريكا قضعت عليها خلتها لغات هاميشية ميتة وهذا شيء عجيب لم يقع يعني هذا المنطق من هذا القانون وقع في جميع اللغات العالمية وجميع حواديث تاريخ إلا في تاريخ الإسلام كانت هذه القاعدة كتصر حتى العالمي الإسلامي وكتكسر كصيرت عند فتح القادسية فتح إيران قديمة عداد المسلمين اللي يجوا من العجن من الفرس وبعد ذلك من الترك ومن أفارق أضعاف أضعاف مضاعفة عدد العرب كان المفروض حسب هذا القانون تموت اللغة العربية تموت وتولي اللغة الفارسية ولا اللغة التركية ولا تولي اللغة ثالثة ما هي عربية ما هي فارسية ما هي التركية مع ذلك الميقاشر وإنما الذي وقع أن اللغة العربية انحطت من مستوى الفصحى إلى مستوى العاملية وهذه قد يرزع لها وليس يعني ذلك أن تحولت إلى لغة أخرى كما يريدوا علماء لسانية اليهود اليوم أن يوهمون يقولوا أنه دي الدريجة رأى لغات كذبوا حتى فهم اللغة عندهم كذب هذا شيء مش صحيح بالمقاييس لسانية المعاصرة ما الذي وقع بالضبط شيء عجيب هو أن هؤلاء عاجم العاجم اللي سلموه هو من لحياء العربية وبفضلهن بعد الله عز وجل قامت العربية أصلا مستمرا في التاريخ إلى اليوم الذين اهتموا بالنحو العاجم شيء بويه عالم نحو فارسي من الفرس ماشي من العرب الذي اهتم بجمع المعاجم أغلبهم فرس كالفيرو زبادي فارسي كثير من اللغويين ومن العلماء الذين جمعوا الدين وصنفوا فيه لغة ونصن عاجم وطلح صبح الله عز وجل المحدثين أغلبهم تسعود تسعين في المئة مش عرب الإمام البخاري من البخارة الإمام الترمذي من ترمذ الإمام مسلم نيسابوري من نيسابور الإمام النووي من نوم كلهم تقريبا النسائي كلهم تقريبا عجم مش عرب وحافظوا العربية بحفظ النص الديني لما نضوا يحفظوا الحديد حفظوا الحديد كنص عربي وأفتوا وهم لا غيرهم فقط وهم بتحريم قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية شيء أجيب جدا السر القرآن هو السر في المسألة هذا القرآن معجز بذاته هو هو معجز إذا دخل قلب باشرين حول يحدث به انقلاب ما يبقى يحسلم لانتماء العرقي ولا الانتماء اللغوي ولا الانتماء الجنسي يحس بانتماء واحد انتماء إلى أمة الإسلام تاع كي يذوب في الدين ويدوب في المجتمع الإسلامي يصبح عضوا فاعلا منتجا مفيدا مش ضار مفيدا للمجتمع الإسلامي لأن هذا المجتمع عنده شيء اسمه القرآن كلام الله جل وعلا لو قدر الله ولا قدر الله أن المسلمين فقدوا القرآن إذن يفقدون كل شيء تبقى احتاج كل شيء نتج القرآن العظيم إلى بلاد الأمازيغ مغريب جزائر تونس ليبيا موريتانيا والأمازيغ هم أحياء اللغة العربية هنا خاصة المناطق السوسية التي أعرف منها الكثير العلماء هناك عبر التاريخ نظموا في الشعر العربي القديم قصائد رفيع جدا كان منهم الأدباء وكان منهم النحات وكان منهم علماء اللغة وعلماء القرآن والمحدثون والفقهاء شيء عجيب كما يحكي ذلك المختار السوسي سرحمه الله سلمعسول في غيره شيء عجيب جدا هذا القرآن سر الأسرار سر الأسرار هذا القرآن ولذلك فعلا يحق لنا أن نخاطب أنفسنا بقول الله جل وعلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نحن الذين يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال هل فعلا نذكر نعمة الله علينا بالقرآن الأمم الأخرى أوتيت من القوة ما أوتيت كل أشكال ضمار عندهم عند الأمريكا عند الأوروبيين ودوزوع المسلمين ومع ذلك ما قدروش يقضيو عن الأمة الإسلامية والله الذي لا إله إلا هو لو أن هذه المحن التي وقعت في أيام الاستعمار وما بعد الاستعمار يعني المراحلية التدمير الثقافي والإبادة الفكرية وقعت الشدولة من غير العالم الإسلامي لكانت خبار كان كون كان فضاها ذك المثنى أداب لغة ودينا وعرقا ولكن الخدماء اللي داروا جو البلاد المسلمين غلطوا ولذلك نحكم بالفشل ابتداء على كل محاولة التدمير للعالم الإسلام للفلسطين ونفغيرها لسبب بسيط أنها هنا يوجد القرآن والحرب آنائين تكون على الله تهى اكسار بعيدين ونشوف تفرج بالنتيجة مش معنى أنه مخصص تقاوم وكذا لا مش هذا المعنى ولكن معنى هاليقين وإن جندنا لهم الغالبون وجند الله إنما هم أهل القرآن مش زعمال ليحفظه فقط لا المقصود الذين يحملون أمانة القرآن ورسالة القرآن هؤلاء جند جل وعلا وهم أهل الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وأوفوا بعهدي أو وأوفوا بعهدي حسب القراءة عهد أوفي بعهدكم عهد الله جل وعلا إلينا وعهدنا إلى الله فيه إيجاب قبول عقد كنترى عقد الله عاهد إلينا ونحن عاهدنا إليه عاهد إلينا أن لا نعبد الشيطان أنا معهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم عهد عهد الله جل وعلا إليه وعهدنا نحن إلى الله هو هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عهد الله جل وعلا صراط مستقيم يقود إلى الجنة هذا صراط مستقيم طريق مستقيم قائم على الحق يبدأ بعبادة الله والتنكر لإبليس ومحاربته أنا معهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إعلان العداوات على إبليس لأنه يقابلها إخلاص العبادة لله وأنعبدوني إذا وقعت هذا فهذا الذي وقعته صراط المستقيم هذا صراط المستقيم وأقرب الطرق الموصلة إلى المكان الخط المستقيم ولذلك طريق ذي القيارة دائما الخط المستقيم الصراط المستقيم وأقرب طريق موصل إلى الجنة إذا حفظت هذا فالله عز وجل يحفظه لك تحفظه أنت بشفظ مقتضى ما عهدت به وتعهدت به تعهدت بأن شاهدت لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا صدقت فيما تعهدت به لله صدقك الله جل وعلا فيما تعهد به لك وهو أن ينصلك إلى نتيجة الصراط المستقيم وهو الجنة ولذلك قلت هذا السؤال هذه الحقيقة أو هذا الأمر نوجهه أولا إلى أنفوسنا سنة وقعت في التاريخ تاريخ الأمم التي كانت قبلنا من بل إسرائيل ونحن أحوج اليوم ما نكون إلى هذا المعنى ولذلك خاطبنا الله به صراحة وقد ذكرنا هذه القصة قصة من إسرائيل في سياق آخر وهو قوله سبحانه وتعالى ألميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون المشكلة طول الأمد وفارق العهد بيننا وبين القرآن طال العهد بيننا وبين الكتاب كما طال العهد بين بني إسرائيل وبين كتابهم فأدى ذلك إلى قصوة قلوبهم فحرقوا وبدلوا والله جل وعلا يستبطئ قلوب المؤمنين يستبطئ قلوب المؤمنين ألمياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله واش مازال مازال عليكم الحال ما تجيوش لعند رب العالمين ما تتوبوش لرب العالمين ألمياني للذين آمنوا فيخاطب هذه الأمة ويخاطب الصحابة ومن بعدهم من المسلمين من التابعين لهم إلى يوم القيامة أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كذين ما يقع الناش مشكل يقع البني إسرائيل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبوا والرهبة هي الخطاب الذي خاطب الله بني إسرائيل هي الخطاب الذي خاطب الله به بني إسرائيل وهو الخطاب المتوجه إلينا اليوم الرهبة لأنه لا يرهب الله إلا الذي يعرف الله وهم يعرفون الله ويعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم ويتلونه لكن ليس حق تلاوته يحرفونه استيقنوا الحق وجحدوه فهم يعرفون الله جل وعلا لكن لم يقدروه حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه لأن خطاب الرهبة في الأصل الذي يرهب رب العالمين شكو هو هو الإنسان الصالح الإنسان الصالح هو الذي يرهب رب العالمين وهو قوله سبحانه وتعالى في الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا إنه ما معنى الرهبة كين التقوى وكين الرهبة فأما التقوى فأنت تتقي أي تحضر رد البال رد البال يمشي وقعلك المشكلة رغم أنك قد لا تكون قد رأيت المشكلة قبل فالإنسان يتقي الله ويتقي النار ولا أحضر النار واتقوا النار اتقي النار أنت ما رأيت النار فاتتقيها لأنك تخاف من أن تقع فيها والتقوى هو احتياط يكون قبل فوتي الأمر وقبل وقوع الإسم هذا تقوى لكي يرد البال قبل ما يقع بالإسم هذا تقوى أما الرهبة فأعظم من ذلك إنما تقع بقلب العبد الذي رأى لأنه من ناحية اللغة وفي الأصل في منطق اللغة يعني فكيكون تعبير بليغ يقولك اتقي الأسد خارج راني مصافر وغادين ندوز على الغاباء ووحد الأدغال في البداية يقول لك اتقي الأسد يعني يرد البال رأى ذلك الطريق فيها السبع عنده يخرج لك أنت ما زال مش تقوى فتخاطب بالتقوى لكن من لي تبشي ويخرج قدامك السبع ها هو ما بقى التقوى بقى الرهب يشدك الفزع في قلبك لأنك رأيت بعينك ما يفزع فبنوا إسرائيل عارفوا أيام الله دهزك عليهم ووقعت قصة البقرة فيهم ووقع رفع الطور على رؤوسهم ووقع لهم غرائب ويحكون ذلك في كتبهم ويروونه صغيرا عن كبير مما اختلط عندهم فيه الحق بالباطل عرفوا أيام الله وعرفوا سنته ولذلك قال همتم عارفين عارفين لذلك قال وإياي فارهابون هذا الخطاب الأول في عجفهد أوليس المسلم هو أولى بهذا وهو الذي يعرف الله حقا وصدقا ويعرف قصة النبوة ثابتة في الكتاب والسنة المؤمن أولى بهذا الخطاب وخاصة في مثل زماننا هذا لأن الإنسان يعيش على شفى جروف نهار يعيش في الخطر فعلا لأنه يعلن الحرب على الله جل وعلا لأنه يلابس المنكر لأنه يترك الصلوات وقبل قليل كان الأذان والناس يمرون في الشارع كأنهم لا يسمعون وهم لا يسمعون قطعا أو أحد حالا سيعجيبك تقع في قضية السماء يعني اللي يتأمل بعض الأحيان كي يعيط لك شي واحد وما كتسمعه رغم أنه وحداك فراه ما شيء لذن اللي كتسمعه حقيقة ما شيء لذن إنها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور الوجدان ذي في الحضر فهذا الذي يمر في الشارع صباح مساء والآذان يتكرر على أذنه من الفجر إلى العشاء ولا يسمعه سدود 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 بالذنوب بالآثان الأمة في غالب الأمر مع الأسف هذا وضعها تحتاج إذن إلى إيقاظ إلى يقضى تحتاج إلى أن تسمع الأذان جيدا نضب البال لكلمة الأذان ماذا يقول كلمة كلمة وكذلك هذا القرآن وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فرهبون لو أبصر المؤمن حقا للقرآن إبصارا وأبصر حقائقه لا سكنت الرهبة قلبه ولم استطاع أن ينام على جنب بعد سماع الأذان ولم استطاع أن يقبل على خطيئة وهذا النداء يسكن قلبه ولم استطاع أن يتخلف عن واجب من واجبات الدين والإسلام وهذا القرآن يوقظ وإهدانه فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين